اشتركوا في القناة 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 هاد لجوه هو ناقص واحد يصير زائد واحد فراح يطير معناه ده فقط صفي عندي المعادلة هي ناقص ستة اكس مربع زائد ستة اكس تساوي الصفر بقسم المعادلة كلها على ناقص ستة فبيبقى هون عندي اكس مربع هون تقسيم ناقص ستة فبيبقى ناقص اكس تساوي الصفر معناه ده بصير عندي هالشكل هاد بطالع الاكس عامل مشترك فبصير عندي اكس جوه القوس اكس ناقص واحد معناته عند اللي طالعت هايك بقول اما هاي تساوي الصفر او هاي الموجودة هون تساوي الصفر معناته اما اكس تساوي الصفر او اكس ناقص واحد تساوي الصفر بنقول ناقص واحد الطرف الثاني فبصير الـ x2 تساوي 1. بقل له كالعادة بدي احسب الـ y لمن لـ x1 ولـ x2 معنات بقل له x1 تساوي 0. y1 ايش تساوي? متل ما شفنا هون عزلناها 2x قيمتها للـ x0 معناتها 2 بصفر ناقص 1 معناتها بتطلع الـ y تساوي ناقص 1. طيب اذا كانت عندي الـ x تساوي 1 فبصير عندي 2 بواحد 2 ناقص 1 فتبقى زائد 1. طيب معناتها بكتب له اياها على شكل آآ بحط له اول نقطة عندي اللي بيكون الـ x يساوي الصفر طلعت عندي الـ y تساوي ناقص 1. تاني نقطة عندي اللي عبيكون عندي الـ x تساوي 1. كمان يبدو اوجدو مجموعة الحلول لهالمعادلتين هدول. بنفس الطريقة تماما عزل الـ y عوض الـ y بالمعادلة التانية حلها ويبدو مجموعة الحلول لهالمعادلتين هدول. بنفس الطريقة تماما عزل الـ y طلعت معهم معادلة من الدرجة التانية بهالشكل. هون امثال الـ x مربع واحد معناتها بدي عددين ضربهم في بعضهم يساوي 30 جمعهم مع بعضهم يساوي زائد 13. العددين اللي ضربهم مع بعضهم يساوي 30 هنن العشرة والثلاتة. وجمعهم مع بعضهم زائد عشرة زائد الثلاتة تساوي 13. فبقال له x زائد عشرة و x زائد ثلاتة مضروبات في بعضهم يساوي الصفر. معناتها اما هاد آآ يساوي الصفر او هاد يساوي الصفر بتطلع معي اول x تساوي ناقص 3. وتاني x تطلع معي تساوي ناقص عشرة. بعضهم بالمعادلة الاولى. عند البعضهم بالمعادلة الاولى بتطلع معي ال- y1 تساوي 4. وال- y2 تساوي ناقص 3. بكتب له اياها على شكل ناقص عشرة معناتها ناقص 3 بالطرف الثاني. وهون ناقص 3 معناتها اربعة ال- yات تبيتها. طيب هون عندي كمان اآ سيراسيز ده. عاطيني تمرين ونفس الطلب دائما عبي طلبوه لتزوم كوميسة. هون بنفس الطريقة بطالع ال- y وبعوضها فوق. ال- y ايش بتطلع عندي? بتطلع عندي واحد ناقص x. هاي هي التساوي يمين ال- y. طيب بعوضها بالمعادلة التانية. فبصير عندي اكس مربع زائد اكس. ناقص ال- y اللي هي تمثل هدول. مين هنن هدول? واحد زائد اكس لمن للتربيع. طيب خلونا نفقكم فورا. فبصير عندي مربع الاول. زائد اتنين الاول بالتاني. فبصير عندي اتنين اكس زائد مربع التاني. اللي هو اكس مربع. بسكن القواس ايش يساوي? يساوي اتمانة. طيب منفك هالقواس هاي يعني فقط بنضرب بنائس. فبصير عندي هون اكس مربع. زائد اكس. ناقص واحد. ناقص اتنين اكس. كمان ناقص اكس مربع تساوي اتمانة. هلا بصلح المعادلة. منلاحظ هون عندي اكس مربع. مع اكس مربع راحوا. لان عندي وحدة ناقصة ووحدة زائدة. هون عندي زائد اكس. هون عندي ناقص اتنين اكس. معنا تبقي عندي ناقص اكس فقط. هاي خلصت من هدول. بقي عندي هون ناقص واحد. هون يساوي ثمانة وليس يساوي الصفر. عندي الطرف الثاني يساوي ثمانة. هون عندي ناقص واحد. بنقلها للطرف الثاني. فبصير زائد واحد. فبصير الطرف الثاني تسعة. معناتها الاكس اش تساوي? بضرب بسالف. فبصير عندي الاكس تساوي ناقص تسعة. معناتها الاكس اذا كانت عندي تساوي ناقص تسعة بعوضة هون عندي هون ناقص تسعة زائد واي تساوي واحد. طيب ناقص تسعة هون. نقلت للطرف الثاني. فبصير زايد تسعة. وعندي واحد هون. فبصير عندي الاي تساوي عشرة. معناتها بقل لهم ما عندي غير نقطة وحدة. هي آآ بتعبر لي عن التسوم كومسي. اللي هي اكساتا اكساتا. ناقص 9 وياته 10 وهو المطلوب طيب هلا هوني عندي تمارين غير محلولة على الشترملار بدنا نحلون السؤال الاول عبي يقول لي إكي ساينين فارق إكسي دورت كارلار فارق إكسي سكيز قولو ناقوري بو سايلارن شارب من بلونوس يعني بده أوجد له ناتج ضرب جزرين المعادلتين اللي بيعبر عنهم مين هالعلاقة هاي بقول لي رقامين فرق يساوي ناقص 4 وفرق مربعاتهم يساوي ناقص 8 طيب منشوفهم هون بهالشكل فرق ناقص 4 وفرق مربعاتهم ناقص 8 طيب متل ما تعلمنا هون عندي متطابقة شهيرة هي فرق مربعي حدين كيف كنت أحله كنت أقول إكس زائد واي مضروبة بإكس ناقص واي تساوي الناقص 8 يعني اللي يساوي هدول إكس زائد واي إكس ناقص واي مضروبات في بعضهم ونلاحظ هون الإكس ناقص واي طلعت عندي فبعوضها بما يساويه شو يساويه؟ يساويه ناقص 4 هون من هالمعادلة هاي معناته صار عندي إكس زائد واي هلا بشيل هاي من هون بنزلها لتحت الـ 8 فبصير عندي ناقص 4 هون طيب إذا صارت عندي ناقص 4 هون بصير عندي ناقص 4 لناقص 8 زائد 2 هي الإكس زائد الواي طيب هاي معادلة وهي معادلة وتنتناتهم من الدرجة الأولى بجمعهم مع بعضهم إذا حطيت لأجمعهم مع بعضهم لاحظوا إكس زائد إكس 2 إكس هون ناقص واي زائد واي طاروا مع بعضهم ويساوي عندي ناقص 4 زائد 2 فبطلع ناقص 2 معنات قيمة الإكس إيش تساوي؟ بقسم على أمثال الإكس 2 من هون مع 2 من هون بتطير هون صفي واحد فبصير عندي الإكس تساوي ناقص 1 بشيل هالناقص واحد بعوضه بالمعادلة الأولى أو الثانية ما بتفرق تنتناتهم بصير عندي الإكس تساوي ناقص واحد ناقص واحد هون هون عوضنا بهاي المعادلة ما في فرق لأنه هالمعادلات كلها بتحقق لي الحل طيب صار عندي ناقص واحد هون زائد واي ناقص واحد بقل بالطرف الثاني فبتصير زائد واحد وعندي اثنين فبصير الواي تساوي ثلاثة معناتها ضربهم مع بعضهم هو طالب مني ضرب الحلول أو الجزور مع بعضها إكس مضروبة بواي معناتها ثلاثة مضروبة بناقص واحد تساوي ناقص ثلاثة وهو المطلوب بالسؤال الثاني عاطيني معادلتين المعادلة الأولى من الدرجة الثانية بمجهولين المعادلة الثانية من الدرجة الأولى بمجهولين طيب اكس مربع ناقص واي مربع ناقص اثنين اكس بواي تساوي ناقص سبعة والمعادلة الثانية واي ناقص اثنين اكس كالعادة منعزل الواي فمننقل ناقص اثنين اكس للطرف الثاني فبصير عندي الواي لحالة ايش تساوي اتنين اكس طيب بشيل كل اتنين اكس بدال الواي بحطهم بالمعادلة الاولى بصير عندي اكس مربع ناقص كان عندي واي مربع فبحط بدالها اتنين اكس وكلها للتربيع ناقص اتنين اكس مضروبة بمين هون عندي بواي فبحط اتنين اكس زائد سبعانة قلت فقط لجوة تساوي الصفر طيب صارت عندي من هالشكل بفك هاي هاي عندي اياها للتربيع يعني عندي اياها اربعة اكس مربع وهون ناقص فبصير عندي اكس مربع ناقص اربعة اكس مربع هون هدول ضرب فبصير عندي ناقص اتنين باتنين اربعة و اكس ب اكس اكس مربع فصار عندي ناقص اربعة اكس مربع زائد سبعة تساوي الصفر طيب صار عندي هون ناقص اتمانة اكس مربع وعندي هون اكس مربع فبصير ناقص سبعة اكس مربع زائد 7 تساوي الصفر بقسم كل المعادلة على ناقص 7 فبصير عندي x مربع ناقص 1 تساوي الصفر بنقول ناقص 1 الطرف الثاني فبصير عندي x مربع تساوي 1 معناته x1 تساوي 1 والx2 تساوي ناقص 1 هدولي هنجزر الواحد هلا بقل له مشان x1 تساوي 1 بعوض بدال x بواحد وبحسب له y تطلع معي أول y تساوي 2 والتاني y تطلع معي ناقص 2 بكتب له يوهن على شكل تجزمكم النقطة الأولى 1 2 النقطة الثانية ناقص 1 ناقص 2 وهو المطلوب بالسؤال الثالث عطيني معادلتين من الدرجة الثانية x مربع ناقص 2 y مربع ناقص 3 x زائد 2 تساوي الصفر y مربع زائد 2 x ناقص 7 تساوي الصفر كماني نفس السؤال عبي طلب مني اه اوجد له مجموعة الحلول لهالمعادلتين هدول طيب هوني تصل طريقة انيتي اجمعون ليش اجمعون لانه عندي هوني y وهوني y هلا بضرب هاي فقط المعادلة التانية بالتنين اذا ضربتها بالتنين لهالمعادلة فبصير هوني عندي زائد 2 y مربع فبتروح الواي مع الواي اثناء عملية الجمع ضربت المعادلة التانية بالتنين فصارت عندي 2 y مربع زائد 4 x ناقص 14 تساوي الصفر ببلش جمع في المعادلتين فصار عندي هوني x مربع عندي هون ما في عندي x مربع فبكتب فقط x مربع هوني ناقص 2 y زائد 2 y طاروا مع بعضهم هوني عندي ناقص 3 x زائد 4 x بيبقى 1 x طيب هوني عندي زائد 2 هون ناقص 14 فبصير عندي ناقص 12 صارت عندي معادلة من الدرجة التانية امثال x مربع 1 معناتها بدور على عددين ضربهم في بعضهم يساوي ناقص 12 وجمعهم مع بعضهم يساوي زائد 1 معناتها الاربعة والثلاثة بعطي اشارة الموجب للاربعة واشارة السالب للثلاثة مشان اذا جمعتم مع بعضهم يطلع معي زائد 1 معناتها على هالحالة صار عندي x زائد 4 تساوي الصفر بنقول الاربعة للطرف التاني فمرة بيطلع عندي ناقص اربعة مرة بتطلع معي x تساوي زائد 3 هيك بكون طالعة الاكسين هلأ بناقش هال اكسات مع الوايات يعني بعوض بالمعادلة الاسهل بعوض بالمعادلة التانية بقول اول شي مشان x تساوي 3 بعوض في هالمعادلة هاي فبصير عندي y مربع بحطها لحالة زائد 2 مضروبة بالثلاثة فبتطلع 6 ناقص 7 تساوي الصفر معناتها بنقول هالرقمين هدول للطرف التاني بعد ما اطرحهمهم بعضهم هون عندي 6 ناقص 7 فبطلع ناقص 1 بقل بالطرف التاني فبتصير الواي مربع تساوي 1 اذا كانت عندي الواي مربع تساوي 1 معناتها الواي لحالة مرة واحد مرة ناقص 1 لانه عباجزر عند لاباجزر باخد سالب موجب طيب المرة التانية مشان اكس تساوي ناقص اربعة بعوض كمان بالمعادلة فبصير عندي y مربع زائد 2 مضروبة بنائص اربعة فبطلع ناقص 8 ناقص 7 هم موجودة عندي ناقص 8 ناقص 7 ناقص 15 بقلق 15 للطرف التاني فبصير عندي الواي مربع تساوي 15 بجزره فبطلع معي y واحد تساوي جزر الخمسطعش و y اتنين تساوي ناقص جزر الخمسطعش معناتها بكتب له يوهن على شكل النقطة الاولى اللي هي ثلاثة عندي لقلق ويات مرة واحد مرة ناقص واحد اما النقطة التانية عند اللي بتكون الاكس تساوي ناقص اربعة مرة زائد جزر الخمسطعش مرة ناقص جزر الخمسطعش بالنسبة للتمرين الرابع طبعا هوني بالتمرين التالت هاي رسمة توضيحية عندي هاي المعادلة بتمثلة المعادلة التحثينية الفؤانية بتمثلة هاد الزهري اللي صير لونه اه زهري فبصير عندي هالنقطة التضارب هي اللي بتطلع معي لاحظوا نقطة نقطتين التلاتة اربعة اربعة نقط عبيتضارب طبعا هوني اه حطيناها على الكمبيوتر مشان نشوف حلنا يعني نتأكد من صحة حلنا هلا بالسؤال الرابع جماني عاطيني اتنين اكس مربع زائد ثلاثة واي مربع تساوي خمسة وتلاتين واكس مربع زائد واي مربع تساوي اتمنطعش كمان بدو الجزوم كومسة كماني بنفس الطريقة عندي هون لاحظوا زائد ثلاثة وعندي هون لازم يكون ناقص ثلاثة لاطرحهم من بعضهم يطير عندي مجهول طيب ايش بساوي بدروب المعادلة التانية بنقص ثلاثة فبصير عند نقص ثلاثة اكس مربع نقص ثلاثة واي مربع هذه مضروبة بنقص 354 وفي نقص ما بنسيها بتصير نقص 54 هلأ هيك بقدر بجمعهم مع بعض ان هوني عندي اتنين اكس مربع هوني عندي نقص ثلاثة اكس مربع فبيبقى عندي ناقص X مربع تساوي 35 ناقص 54 تطلع معنا ناقص 19 معناتها X مربع بدرب الطرفين بسالف فبصير X مربع تساوي 19 معناتها X1 والX2 مرة جزرة 19 مرة ناقص جزرة 19 كمان بنفس الطريقة بقل له مشان الحل الأول يعني X1 تساوي جزرة 19 بعوض محل X عندي X مربع مربع جزرة 19 بصير 19 فبصير عندي 19 زائد Y مربع تساوي 18 بنقل لل 19 للطرف الثاني فبصير عندي Y مربع يساوي ناقص 1 إذا كان عندي تربيع يساوي ناقص 1 معناتها هذا الحل مرفوض ما في عندي شي مربع بساوي ناقص دائما الأعداد المربعة بتكون موجبة تماما يعني إما بتكون صفر أو بتكون موجبة فهوني بقل له فورا هاي بالنسبة للX1 بالنسبة للX2 نفس الشي إذا حطيت ناقص جزرة 19 نفس الشي رح يطلع معي 19 فرح يطلع معي كمان Y مربع تساوي ناقص 1 فورا بقل له إنه تزوم كوميسي لألا هاي مجموعة البوشكومي بوشكوميسي يعني المجموعة الخالية منلاحظ إذا رسمناهن هدول أبدا ما بصير معهن تماس مع بعضن يعني لا هون رح يلتقوا ولا حتى هون رح يلتقوا رح يضل في فراغ ما رح يلتقوا مع بعضن فما لون حل مع بعضن طبعا الحل احنا بنعبر عنه بهالشكل صادجي تزوم كوميسي بوشكوميسي در يعني الحل مجموعة العناصر الخالية طيب بالسؤال الخامس كمان يعطيني X مربع ناقص Y مربع تساوي 7 كمان هون 3X مربع زائد Y مربع تساوي 57 كمان كالعادة طلب مننا تزوم كوميسي طلب مننا مجموعة الحل هالمعادلتين بنفس الطريقة اللي بحب يحل بغير طريقة طبعا هون بخلال كتابنا عم ناخد أكتر من طريقة طبعا جميع الدروب تؤدي إلى روما ما في فرق بتبقى بس الطريقة الأسهل مثلا هلأ هون عندي X مربع و Y مربع يعني هدول فرق حدين لو كان عيطيني في معادلة تانية X زائد Y تساوي كذا أو X ناقص Y تساوي كذا فالأسهل أني تحلها أو أفكها كمتطابقة شهيرة ولكن هون المعادلة التانية لاحظوا بعيدة عنها يعني ما بتشبهها فهون فورا بعزل ال Y يعني بطالع ال Y لهالطرف وبجيب السبعة لهالطرف فبصير عندي Y مربع تساوي X مربع نائز سبعة بشير هالمقدار هاد بعوضه بما يساويه هون فبصير عندي 3 X مربع زائد هذا الحد اللي طلع معي X مربع نائز سبعة تساوي 57 طبعا بنقل السبعة للطرف الثاني وبجمع هدول مع بعضهم هدول أربعة X مربع وهي السبعة إذا أنا قلتها للطرف الثاني بتصير زائد سبعة وبصير أربعة وستين بقسم على أربعة فبطلع معي 16 طبعا X مربع تساوي 16 معناتها X لحالة تساوي مرة نائز أربعة مرة زائد أربعة اللي هي جزل 16 طيب إذا كانت X تساوي أربعة بشيله بعوضه بالمعادلة الأولى بالمعادلة الثانية ما بفرق ثانية تون بيطلع الحال صح الأسهل أنه بما أنه هيمالها حدود منعوض بالمعادلة الأولى أو المعادلة اللي عزلناها فبصير عندي هون X مربع تساوي 16 نائز سبعة معناتها Y تطلع نائز الثلاثة وزائد الثلاثة وكمان بنفس الطريقة إذا عوضنا X الثاني اللي هي نائز أربعة رح يطلع معنا نفس الجواب ليش؟ لأنه السالة عبتتربع فعبترجع 16 هاي فما عبتتغير القيمة معناتها عند القيمة الأولى أربعة طلع عندي قيمتين وحدة تنتين بحط له أربعة ثلاثة مرة ومرة نائز ثلاثة بالحال الثاني عند اللي بتكون X نائز أربعة كمان مرة ثلاثة ومرة نائز ثلاثة هيك بكون عطيته وزا حبيت أجرب بنزل برنامج جيوجبرة وبنزل هالمعادلات تلاقي لحاله رسملي إياهون وعطاني النقاط اللي بتقاطع فيها المعادلتين مع بعضهم هون المعادلة ارتسمت عندي في هالشكل وهي معادلة هون فصار عندي نقاط التقاطع هدول هن النفس هن اللي طلعوا معي جبريا طيب بالسؤال السادس والأخير عبيقلي X مربع زائد Y مربع نائز X نائز Y تساوي الصفر كماني هون X زائد Y تساوي الواحد كماني بنفس الطريقة بعضه للواي بشيل للواي بعوضه بما يساويه هون فبصير عندي X مربع واحد نائز X كله للتربيع بفك متطابقة شهيرة مربع الأول نائز 2 لأول بالتاني زائد مربع الثاني هدول بعيفا عحالهم بفك هذا القوس نائز نائز واحد وهون زائد نائز بقول نائز بتصير زائد X بالتصليح بلاقي انه طلع معي 2X مربع اللي هي هاي وحدة وهاي وحدة و2X فقط هدول وهدول الباقيين كله تنطاروا مع بعضهم فبقسم هون على 2 فبصير عندي X مربع نائز X تساوي الصفر بطالة X عامل مشترك فبطلع عندي X مضروبة بX نائز واحد تساوي الصفر معناتها إما X تساوي الصفر أو X نائز واحد تساوي الصفر فإما X تساوي الصفر أو X تساوي الواحد على الحالة هاي معناتها بقول له مشان X تساوي الصفر بشيلا بعوضها بهالمعادلة بتطلع معي قينة Y تساوي واحد ومشان X تساوي واحد كمان بعوضها بالمعادلة نفسها بتطلع معي Y تساوي الصفر بقال له نقطتين التماس هنين تجزونكم مثل عند الصفر واحد وعند الواحد صفر طبعا كمان هاي الرسمة توضيحية طبعا عندي هاي معادلة دائرة وعندي هاي معادلة الدرجة الأولى معادلة مستقيم يضربوا في بعضهم فقط في هالنقطتين لاحظوا عند الاكسات تساوي واحد والوايات تساوي صفر وهون كمان بالعاكس عند الاكسات تساوي صفر والوايات تساوي واحد لهون بينتهي درسنا لليوم شكرا لحسن أصغائكم نلتقي بالدرس القادم إن شاء الله